يتواصل بنواكشوت اعتقال خمسة شباب من ضمن آخرين كانوا قد احتجوا أمام وزارة الصحة تنديداً بمستوى تعاطيها مع حم الوادي المتصدع التي قال وزير الصحة أحمد الجلفون إن ستة قضوا جراءها لكنهم كانوا يعانون أمراضاً أخرى مصاحبه فيما قالت وذيقة مسربة من الوزارة إلى منظمة الصحة العالمية إن ضحايا حم الوادي المتصدع وصلوا ثمانية أشخاص والمصابون وصل عددهم خمسة وعشرين احتج الشباب فقالوا إن الوزارة لم تصدق الرأي العام القول فيما حصل فكان أنداهمتهم الشرطة واعتقلت عدداً منهم أحيل إلى القضاء بتهم تتعلق بإطلاف ممتلكات عامة والاعتداء على موظفين عموميين أذناء تأديتهم لمهامهم لا خبر مؤكداً بخصوص ما حصل لكن المؤكد أن خمسة شباب ما زالوا يقبعون في السجن وتنتظر محاكمتهم في الأيام القادمة زملاء الشباب المعتقلين والمنضوون تحت اسم حملة بلد ينزف أصدروا بياناً نددوا فيه بما سموه القمع والتعذيب الذي قالوا إن زملاءهم تعرضوا له في السجن مطالبين بإطلاق سراحهم ومتعاهدين بمتابعة ومقاضات من تعرض لهم بالتعذيب والتنكيل كما أكد البيان أن مجموعة نشطاء الشباب لا تجمعهم حركة ولا حزب أو تنظيم وقد نددت أحزاب سياسية معارضة باعتقال الشباب المحتجين معتبرة الخطوة مؤشراً على تراجع الحريات العامة في البلد كما أصدر المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة بياناً قال فيه إن الشباب أحيلوا إلى السجن المدني دون مبررات واضحة ومقنعة محذراً من تبعات ما وصفه المنزلق الخطر اشتركوا في القناة